بين فترة واخرى يتجدد الحديث عن الانتخابات النيابية المبكرة لكن يرافق هذا الحديث اسئلة ايضا عن مبررات التبكير بالانتخابات قارئون للمشهد العراقي الحالي يذهبون الى ان البلاد ليست بحاجة الانتخابات المبكرة لانعدام اسبابها لكن لو عدنا الى برنامج الحكومي لحكومة السيد السوداني كان من ضمن البرنامج هو وضع انتخابات مبكرة لكن واقع الحال هناك اختلاف في هذا الموضوع من ناحية القانونية لا يوجد شيء يدفع الى الانتخابات المبكرة فضلا عن ان هناك نوع من الرضا الشعبي باتجاه الحكومة باعتبار برامج الاعمارية او غيرها ائتلافه ادارة الدولة الذي يرعى العملية السياسية اليوم لم يناقش هذه الدعوات مطلقا وهذا الامر ينعكس على الاطار التنسيقي التحالف السياسي الذي رشح رئيس الوزراء اطراف في الاطار تؤكد انها ماضية في دعم حكومة السوداني وهي مع اكمال فترتها الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها المحدد اواخر عام عشرين خمسة وعشرين ابدا لم يطرح هذا الموضوع لا على طاولة الاطار ولا على طاولة اتلاف دارة الدولة على اعتبارات كثيرة هما انه داعم للحكومة متبني للحكومة يعمل بشكل متواصل من اجل ان تكون الحكومة في اعلى مستواتها من الاداء في اعلى مستواتها من الطموح لمشاريع مهمة وبالتالي اعتقد ان الرضا ظاهر على المواطن العراقي وهذه مسألة مهمة بالنسبة للاطار وبالنسبة لا اتلاف دارة الدولة يحتاج المسار القانوني الى حل البرلمان واجراء الانتخابات المبكرة بطلب من ثلث اعضاء البرلمان وموافقة اغلبيته المطلقة او ان يطلب رئيس مجلس الوزراء ذلك ويوافق رئيس الجمهورية مع الدعوة الى انتخابات عامة في البلاد خلال شهرين من تاريخ الحل وفق المادة الرابعة والستين من الدستور ويضاف الى كل ذلك عدم امكانية المفوضية المستقلة لانتخابات الاستعدادة لانتخابات نيابية في وقت قصير خاصة مع انتهاء فترة عملها وتجديد لها من مجلس النواب لفترة محدودة تنتهي مطلع الشهر المقبل حيدر البدريو تيفي بغداد